السيرة الزيتية عن الباتشينو وفي نفس الوقت استوقفني الحقيقة باختلاف في السيرة الزيتية لأنها مسيرة الزيتية عادية يعني أنا الإلسارة الزيتية معروفة أنه إحنا بنتكلم عن قصة حياة عن مشوار عن أفلام عن نجاحات عن صعوبات عن أياً ما كان يعني إيه الجزئية اللي حالتك اخترتها تتكلم عنها أو تنورها في السيرة الزيتية إنما هو في الآخر حوار بيجمع ما بين خيال حضرتك وما بين الواقع والحقيقة والحقاية اللي حضرتك بتتكلم فيها عن الباتشينو لأول مرة أعرف أنه في السيرة الزيتية فيه سماح للخيال يعني إحنا معلوماتنا عن السيرة الزيتية إن السيرة الزيتية هي معلومات موثقة من خلال الكاتب حضرتك بتحط داتا معينة أو بتحط تفاصيل معينة من خلال قصتك من خلال طريقتك من خلال أسلوبك إنما إن يكون فيه مساحة للخيال في السيرة الزيتية ده كان جديد في الآخر اللي كاتب السيرة الزيتية دي في الروائي ده كان جديد فلازم يبقى بالضبط طول الوقت أساساً الأدب أو الكتابة بتبحث عن أساليب جديدة تأليد الأساليب القديمة أو إعادة إنتاجها في الغالب ما بيضيفش حاجة بس فكرة إنك تضيف الجزء الخيالي ده لنا أصده ده كان المختلف مش المختلف إن حضرتك تكتب سيرة الزيتية بصمة عبدالوهاب داود في الموضوع ده. فحضرتك كنت حابب بقى الجزئية. بالزبط، ويمكن ما يكونش سر يعني أو هو سر بالفعل لأن ما يعرفوش غريط مجموعة من القريبين إن ده بداية مشروع إن شاء الله يستمر في عدد من الشخصيات الأخرى.